أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن سبب ضاقات القلب السريعة وعلاجه يرجع السبب في تسارع نبضات القلب إلى ممارسة التمرينات الرياضية الشاقة قد يصاب الفرد بحالة تسارع في نبضات القلب نتيجة التعرض للتوتر أو نتيجة الإصابة بالحمى قد يكون السبب وراء سرعة ضربات القلب هو الإصابة بأحد الحالات الصحية التالية الإصابة بفقر الدم الإصابة بزيادة نشاط الغدة الدرقية إصابة الرئى بأية مشكلة في بعض الأحيان يكون السبب الرئيسي في الإصابة بهذه الحالة هو تناول أحد العققير والتي تضم ضمن أثارها الجانبية أثر تسارع نبضات القلب يعتبر التدخين من الأسباب الرئيسية لزيادة سرعة نبضات القلب أسباب خفقان القلب عند النوم يؤدي ارتفاع نسبة هرمون الأدرينالين في الجسم إلى زيادة سرعة نبضات القلب وعادة ما يرجع السبب وراء زيادة نسبة الأدرينالين إلى التعب الشديد أو القلق والتوتر وقد يحدث نتيجة الحماس الزائد تناول المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافاين خاصة في الساعات المتأخرة من النوم أمثال القهوة والشاي وكذلك تناول العققير المنشطة يؤثر تناول الأطعمة الدسمة في ساعات متأخرة من الليل على ضربات القلب حيث يزيد معدل ضربات القلب نتيجة الإفراط في تناول تلك الأطعمة وكذلك الأطعمة الغنية بالتوابل علاج ضربات القلب السريعة المفاجئة تجنب تناول الكحليات وكذلك المشروبات التي تحتوي على كافاين الإقلاع عن التدخين بجميع أشكاله الحد من نسبة الإجهاد والتوتر من خلال ممارسة بعض تمارينات التنفس العميق أو من خلال تمارين اليوغا السيطرة على المعدل الطبيعي لضغط الدم والكوليستيرول من خلال مراجعة الطبيب المختص إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر